مرحبا بكم أيها الأبطال هذا الفيديو القسم الثاني من الأسئلة التجريبية الثانية موهبة المستوى الأول مع الأستاذ سكية الشوالة بارك الله عليكم هنا في هذا السؤال يلا قرأوا معي هذا السؤال الرقم الذي يجب أن يوضع بدلا عن علامة الاستفهام في الشكل الآتي ما هو إذا عطاني جدول مثل كده وأنا أريد أعرف العلاقة أبغى أعرف العلاقة إما يكون من الأعلى إلى الأسفل أو من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين أو من أسفل إلى أعلى هنا أبحث عن العلاقات بين الأرقام طيب خلينا نروح للاتجاه الأول ما العلاقة بين ثمانية وثلاثة والعدد 11 اللاحظ أن ثمانية زائد كم؟ ثمانية زائد ثلاثة الجواب كم؟ 11 أو مجموحهم صح؟ نروح للمسألة الثانية 9 زائد 4 الجواب 13 نعم طلعت الإجابة صحيحة إذن أروح حجمة 13 زائد 3 الجواب 15 صح؟ إذن تكون الإجابة في هذه المسألة فقرمين يا أولاد يا بنات 15 لماذا؟ لأن جمعنا الحد الأول وجمعنا الحد الثاني وطلعنا الناتج جميل يلا السؤال الثاني عشر إذا وصل حسن قبل مازن وبعد سعيد وقبل عبد الملك أيهما يصل أولين؟ على شانح هذه المسألة إذن قلنا تفاضل في التفاضل أروح أعمل أسهم إذا وصل حسن الآن قبل مازن يعني هذا حسن وصل إلى هذا الخط قبل مازن إذن هنا مازن وأيضا قال وبعد سعيد يعني سعيد قبل إذن هنا سعيد قبل وقبل مين؟ وقبل عبد الملك يعني هو عبد الملك بيكون أيضا سعيد قبل عبد الملك أيهما يصل أولين اللاحظ مين يصل أولين؟ يصل سعيد يفضل أن نكتب الأسماء علشان ما تتخربطهم إذن هنا سعيد مازن وأيضا عندي حسن إذا وصل لحسن هذا حسن قلنا صح؟ ممكن تكتبوا الأسماء على السهم علشان ما تتخربطهم إذن الذي يصل أولا هو مين؟ هو سعيد إذن تكون الإجابة فقرأ جي hello شكرا